اشتركوا في القناة القراءة الطيبة المباركة لسورتي المؤمنون والنور لفضيلة الشيخ محمد بن سليمان الحيسني وذلك من صلاة القيام لعام 1410 للهجرة ويحمل هذا الإصدار رقم 53 والآن نستمع وإياكم إلى قراءة الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلانة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسؤنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وعنزلنا من السماء ماء بخدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به نطادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن والصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام عبرة نسخيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما نكون من إله غيره أبلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ونو شاء الله أنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إلي أن اصنع الفلك بعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مورقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كبروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتوا وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيئة هيئة لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحهم نادمين فأخرتهم الصيحة بالحق فجعلناهم متاءا فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة الرسول وكذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه آرون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملأة فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من الملكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعنهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آيتا وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كنوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزبهم بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبني لنسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم مراجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعى ولدينا كتاب ينطق بالحق ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرتهم من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجعرون لا تجعروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي دتلا عليكم وكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سابرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولوا لبي جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارمون ولو اتبع الحق أمراءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم مرمون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما به من ضر لنجوا في طغيانهم يعملون ولقد أخذناهم بالعذاب ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السماع والأبصار والأفذة قليلا مما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنار أفنا تاقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمباثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصمون عالم الغيب والشهادة بتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة هو طائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نبخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوه النار وهم فيها كالحون تلفح وجوه النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شغوتنا قالوا ربنا غلبت علينا شغوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا واني الله قالوا ربنا أخرجنا منها قالوا ربنا غلبت علينا شغوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ضالبون قالوا اخسأوا فيها قالوا اخسأوا فيها قالوا اخسأوا فيها ولا تكلمون قالوا اخسأوا فيها قالوا ربنا غلبت علينا شغوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها إن عدنا خللبت علينا KFHM قالوا اخسأوا فيها قالوا اخسأوا فيها هلا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وعند خير الراحمين فاتخذتمهم سخرية فاتخذتمهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكلتم منهم تبحكان إني جزيتهم اليوم بما صبر أنهم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أبحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أبحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلى الآخر لا برهان لغبه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربه في الوارحم وأنت خير الراحمين ربه في الوارحم وأنت خير الراحمين ربه في الوارحم وأنت خير الراحمين